الساعة مرواب الخير وحياكم الله مشاهدي مستمعي برنامج بلنتي عبر إذاعة وتلفزيو المرينة حياكم الله في هالساعة الكروية اللي بدنا الله باستمتع فيها وانتحدث عن كرة القدم المحلية هو العالمية وكيد أحداث كروية مستمرة ومثل ما حللنا بالأمس صارت بعض النتائج وانتصر نادي الهلالة 2-0 على نادي الاتحاد مثل ما حس المشجع الاتحادي خليفة الفضلي واللي كان متواجد معانا بالأمس بالإضافة لانتصار البايرن 3-0 وتأهلهم على حساب اللاتسي و3-0 مبروك لسهيل حويك مبروك مبروك الخليفة الفضلي يستاهلون عشاق البافاري هذا الانتصار واضح اللقطة الجميلة اللي حطها هاني بالوقت الصحيح على سهيل والانتسام الجميلة وعساها دائما صادني مالك يستاهل 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 سهيل هذه الفرحة وأيضا نبارك لعشاق نادي باريس تأهل على حساب ريال السوسيدات بالإضافة لدينا تحليل ريال مدريد وليبزيك بالإضافة ليمان سيتي وكوبن هادن كل هذا وأكثر مع ضيوف البرنامج الغالين اليوم وفي البداية الرحب في نجم القاتسية السابق ومنتخب الكويت محمد راشد الاعتبي حياك الله ونورت وانت رائع مكان ما يحتاج أكيد رائع مكان وبصراحة الواحد سعيد أن يكون بين إخوانا معاك مالك يعني الشاب المبدع اللي وصل للعالمية وشرفنا في لقاءات جميلة في سابق مع الإعلام من الصحب الكبير سهيل خبيبي محمد من الطفولة كنا يعني وعين على عمودة وكتاباتها في الفيلم وكان يعني مشهور من أي مكان يشوت تبوش والأرضية تعبانا الكرة ما شفوه إلا بالشبك فإحنا كلاعبين في قات سنيين تأثر فيهن فالك روحين فكنت أنا في التمرين أحاول أقل دوا أنا كنت ضعيف فقاعد أحاول أشوت من أي مكان والله يقول لي المدرب قال لي أنت بسوي فيها محسن غانب الجسمك كله بيجي فخذة طبعا أكيد الرحب الرحب في الغالي محمد راشد بصراحة هو يعني دائما إضافة هو محلل بالإضافة أنه مدرب وأيضا على الصعيد الشخصي محمد راشد ترى من أول الناس أنا يمكن كان حسابي في تويتر يمكن ما يطوف ألف متابع محمد راشد كان من الناس الدعمين والله فضل كبير استعلم لك شخصيين وأيضا من اللاعبين اللي ساموا في إحراز النجازات الآن الغدسية والله يستاهل يستاهل ومنور يا أبو عبد الله منور والله يسلمك أمسي عليك وعلى أبو راشد وأشوف بالستوديو منور اليوم وأنا بارك لسهيل وأنا سلم على زيزو ما عند العدوان توصل زيزو هي نابولي هذا شيء وكارف أخار من المستمعين والمشاهدين يستاهلون وأيضا خلون يرحب في سهيل لحويك سابتك أول مرة أشوف سهيل شي فيه يعني سهيل لو تأخذ الأبطالش سهيل يا أبو عبد الله لا أبو عبد الله حياك الله حياك الله سهيل يا هلا وغلا حبيبي خي حلو حد يكون فيزو داخل عستوديو ما حدا في يقل له كلمة خيب حلو بو عبد الله حيل يا أقول على يسارك الشي تقول له ها مو شايفة أصلا بس بس شالي بدأول عن محمد يعني أنا أنا محمد كانت دائما لما يكون في عنا ماتش منتخب الكويت أو منتخب الكاتسية كنت دائما أذكر له اسمي يعني كنا نكتو محمد سدد أو سجل أو عمل أو كذا فدائما دائما بتشرف أنه هلأ أنا متواجد معك وأنا بكبر فيكن لحضرتك ولمالك ولأيضا لكابتن محسن اللي تعلمت منه كثير على مستوى الإدارة وعلى مستوى التكتيك نعم محمد أنا قبل ما أخوض في تفاصيل الحلقة أعتقد في موسم لك ممكن كان لك مساهمات تهديفية يعني بما يعادل أهداف وأسس تمكن وصل ثلاثين وأكثر بس ناسي أي موسم أبي تأكد لي بس المعلومة هذا أعتقد في موسم 2005 اللي سجلت فيه تقريبا كنت أكثر اللعبين محليين تزييني أهداف لأن المحترفين كان في رأس الخطيب مو خلي أحد يعني محمزة كان هداف الدور طرعين ديها كلها كان هداف الدور بوقتها محمزة أعتقد مسجل ثلاثة وعشرين هدا فأنا كنت مسجل ستعاش مسوي أربعة عشر أسس ومعني كنت بديل في هذا الموسم ملاعب أساسي بديل بطوع وخلف السلامة وحتى لعبين لجنهة فتوفقت في الموسم وسجلتي عن عدد كبير بس أنت فيه شغلة ضحكتني قلت فيها أنت السالف يمكن قيل ليها قبل سنتين قلت أنه أنت ما كنت تدري عن مجموع الأسس والأهداف يعني كنت فقط تحسب الأهداف ونهاية الموسم قالوا لك عن عدد الأسس طبعا ما كنا بوقتها ثقافتنا بس نعرف اللي سجل ما ندري اللي سوى أسس وصنع وهذا ما نركز في نهاية الموسم والله ما أعتقد أي صحيفة كانت تتحط لحصائيات كاملة فبعدها بلغوني ولا وكرموني على عدد الأسس أني أكثر واحد وانت مصدوم وانت مصدوم ما دريش مكرميني أصلا لأننا قبل نايمين ما عندنا ثقافة هذه أي أسس ما أسس بش يطالع اللي قول تلقى لاعب تسعين دقيقة يركض ويصنع هداف ويعمل كل شيء أي أنا سجل هدف وأكل الجو تابو عبد الله من أي زال تسجل يا أبو عبد الله مثال وهذه نقطة اللي قالها قال أنا كبديل شوف هذه الأرقام هذا يبين لك قوة الدكة مو بس بالغاتية في الأردية ثروة اللي تحقق بطولات طبعا أن تكون عندها الدكة قوية رحيح هذه مهمة جدا فعلا فعلا يا أبو عبد الله وخلونا نبدي في أول محاور وأيضا أبارك لمحمد راشد بما أنه مشجع للهلال بانتصارهم 2-0 على الاتحاد في مباراة الأمس على ملعب الهلال ألف مبروك الفوز والواضح أن الهلال ماشي بالطريق الصحيح لتحقيق الأسوية طبعا أنت تكلم الحين حاليا أن الهلال وصل 26 فوز متتالي يعني الهلال باقي فوزين ويصير الرقم الأكبر عالميا يعني نيو سايت الويلزي صاحب الرقم القياسي 27 فوز الهلال يعني في خطرة أنه يتعدى هذا الرقم وهذا يوضح لك يعني القاب الكبير بصراحة بين الهلال وبقية الأندية مو في الدوري السعودي في آسر في آسر فكانت النتيجة منطقية لا وبالعكس كان جمهور الهلال يعني من غير مبالغة كان يطمح يعني نتيجة أكبر خصوصا أن نتكلم بالظروف اللي يمر فيها نادي الاتحاد وغياب بنزيمة وعدم مثل ما نقول اكتمال الشكل الفني مع قيارض ومدرب الاتحاد وهبوط مستوى بعض اللاعبين ضغم أننا لو نرجع للمنطق أن الاتحاد هالسنة غير جلده بشكل كامل يعني تعاقد مع تقريبا سبع أجانب وتعاقد مع أربعة عشر لعب مهلي لكن في النهاية ما وصل لعملية التكامل التوظيفي بين اللاعبين وأنك تسوي التركيبة أنا ذكرتها كثير وأرد أكررها الفريق الأفضل في العالم وهذا ممكن سهيل دقق فيه وأنا أعتقد أني قريت مرة أو كتب بنفس الفكرة لما كان يكتب عن منتخب ألمانيا أنه مو بالضرورة أنت تضم اللاعبين الأفضل مو أفضل داعش أفضل اللاعبين في العالم المهم التركيبة والتكامل بين هذه العناصر وأعتقد كان يتكلم فيها بوقتها على أيام كاس العالم 2002 ممكن أو أن يورو 2000 ما أذكر الفترة لكن كتب يا نفس الفكرة أن منتخب ألمانيا دائما يحقق البطولات مو بالضرط بسبب أن النجوم الكبر ممكن يكون منتخب البرازيل منتخب فرنسا منتخب إيطاليا هولندا في فترات كثيرة يضمون نجوم أكبر وعالميا يعني أهم أهم المخذين لترند لكن منتخب ألمانيا كان في التكامل الفني وفي الفريق المجموعة قوتها هي التي تحقق الإنجازات أكثر من غيرها فعلا وحتى الماني في 2014 تحتار يمكن منه كان أفضل لاعب من خلال يعني المنظومة كاملة تشوفهم كلهم مميزين بس السؤالة كم لاعب كان في البايرون في المتخب هذا أيها تبعا 2014 التي حقق فيها كاس العالمين 8 لاعبين 8 لاعبين هذا يبين لك الاستغرار التجانس موجود كلام براشد صحيح كلام السهل صحيح أن هناك مو شرط أن يكون أفضل لاعبين وأغلى اللاعبين ومحترفين في برها الأمور تعتمد على انسجام داخل البريد وقيادة المدرب اللي هو من نفس الجنسية وعارف الدوري وعارف اللاعبين ممكن يطعم لاعبين ثلاث من برها محترفين ممكن ممكن براشد أنا راح أرجع لك لا أكمل نقطة بس عشان نذكرها بشيء سريع هي ما صارت إلا ترى بحالتي في التاريخ أن منتخب بطر كاس العالم يظلون في من لاعبين من نادي واحد اللي هو باير ميونخ ومنتخب ألمانيا وإسبانيا لا يوفينتوس 82 مع إيطاليا يوفي يوفاوي محمد أكيد عنا المعلومات أسبانيا أقل أسبانيا سبعة سبعة جميل عندنا تصال من حسن الصراف حسن حياك الله مساكم الله أخير مساكم المالك أمسي عليكم مساكم الموجودين كلهم أنا أوشي بشكر محطتكم يا كبتن مالك يعني صراحة وواه العظيم يعني نستاذ لما تيبون محللين يجددون بالمحللين وخاصة لما يكونون محللين جوار نفس الكبتن محمد استاهل محمد أكيد كبتن محمد يمكنه يدري أنا من الناس اللي وايض يعني استفيد مننا محليا واستفيد مننا عالميا والصراحة كبتن محمد من المحللين يعني الصراحة أنا بالنسبة لي وهو أمس وكبتن خليفة على ما أعتقد خليفة فعلا فعلا إضافات نعم إيه هذه الإضافات كل المحطات أو كل القنوات ولكن مماخذين حقهم إعلاميا أنا يعني الصراحة صراحة أتمنى من هالقنات يعني مو بس يعني كبتن مالك كنت بدق أنا يعني كان عندي استفسار صغير والله يعني عمص الضجة سوى وأدون الناس وأدون على موضوع أنميسي بخمسمائة هدف يا جماعة ترى ما أدري يعني شي صاير يعني أنا بيتم أعرف كبتن مالك ما ممكن عين فاهم لي صاير أبو علي ترى محمد راشد يحب ميسي محمد راشد محمد راشد ونعم 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 صديق ونعم 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 الله يسلم حبيب حبيب قوي كبتن محمد نزيل بس أنا يعني أمس راجعت أنا والله قلت أنا نفسي غلطان أنا شمسوي بروحي مع ميسي اللي أنا ميسي 500 غول وأنا أنا شريقة عظلمة بعدين رحت رضيالي تشف الاسكور شف لأه بخمسمائة غول أوه بسكور أور في لعبين 700 غول بالدوريات في لعبين 600 غول مثل من هو يعني مثلا عندك شاسمه هذا رونالد اللي هو من إنجلترا شاسمه إيروين إيروين من هذا أسماء غير معروف روماريو ما وصل روماريو روماريو ما وصل روماريو يعني ما وصل بس ولكن أوه ميسي شفت مركز القائمة وهو مركز العاشر تخيل من قائمة أكثر لعبين تسجيلنا بالدوري حتى بدوريات الكبيرة من قبل والآن حتى ميسي ممتفوق فيه فأنا أختم به الكلمة جماعة تكفون والله العظيم ميصر يعني لاعب ميسي ملاعب عادي ميسي لاعب عالمي ولكن لما يسوي سكور بسكور أوه مو سكور عالمي متفوق على واحد لعبين بلد تهويل هذا أحنا لا نفكر بروحنا ونشك بروح وشكرا مشكور مشكور يا حسن الله يعطيك الصح والعافية على هذا الاتصال ونورتنا أبو عبد الله نبيلك على موضوع الهلال والاتحاد طبعا أنا بأخذ من جزئية تصريح إجازي بعد المباراة صرح يقول إحنا أصلا خلال 90 دقيقة كنا مركزين ولكن كان في فقدان للتركيز في دقيقتين وراحت منه المباراة كأداء كنا مويزين ولكن كنتيجة مختلفة تماما أنت شنو نظرتك الفنية لهذا المباراة هذا ما يمكن خبوز تصريحه أنت كنت مأدي أعداء جيد وهذا فقط تركيزك في ثلاث دقائق استقبلت هدفين خسرت المباراة فهذا ما تطلع من لاعب بقيمة عجازي ممكن يحفزهم للإياء ممكن يقول والله الخطاء فردية أتقبلها إنما فقدنا تركيزنا إذا أنت كنت الأفضل وين أفضليتك ما ترجمتها لتسجيل الأهداف الهلال لعب في يمكن أقل مستوى المباريات السابقة خصوصا مع الاتحاد لعب المبارات وكسبها ما لعب وما أدى الأداء الكبير اللي كان منتظر منه لكن هو عرف في عقلية الفوز وخبرة اللاعبين عرف شون يتعامل ويأخذ المبارات لما أقول لك ثلاثة دقائق هدفين معناته الهلال قاعد يلعب بهدوء بتركيز وناطر أي خطأ يستغل ويسجل مو شرطي يعني شوف حتى في الأمس بونو ما كان موجود سلمان فرج شارك بعد غياب لقينا العويس في الحراسة نعم بيين لك هذه الدكة بيين لك العناصر الموجودة في الهلال أنا قلتك أكثر من مرة صحيح أنا أنتقد التحكيم لكن فريق قوي فريق عنده أنا والعويس رايك مستواب عبدالله ممتاز بعد الغياب هذا ممتاز خصوصا في أكثر من لغته يمكن في كرة كانت أوف سايد لكن لومو أوف سايد تصدى له نعم فهذا يبين لك قوة الفريق الدكة قوية عنده المدرب لدارة فرضة شخصية على اللعبية ما تهاونك طبعا في انضباط تكتيكي داخل الملعب ما في لعب ما يدافع مثل عندنا بالنصر ماني رونالدو وتاف يوصح ما يدافعون مع الفريق هذه مشكلة كبيرة أنت مقعد تلعب بالسكة أنت أفضل دوري وقعد تطمع تكون من أفضل خمس دوريات كل الأمور هذه بيّنت يعني حتى في غياب يعني المدرب في غياب متروفج في اللعب اللي تفافت هشرك الشهري في سبهان هشرك الحمدان وسجل عنده الحلول موجودة عنده سعود عبد الحميد من أفضل اللاعبين حتى هو قام يسجل نعم قام يسجل هذا يبين لك الفوارق ما بين دارة الهلال والاتحاد هذا اللاعب لاعب الاتحاد صح نعم في المقابل أنت كادش عندك بالهلال خذال الاتحاد عمره 31 60 مليون شوف الفوارق حتى مدى الله و24 سنة سعود نعم 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 لعب في المبارات السابقة مو هذي اللي أمس لما لعب لما لعب الشهري في غياب متروفج لعب 4-2-3-1 لما لعب متروفج لعب 4-2-1-3 شوف المدرب وقراءة المنافس على ضوء توظيفه في غياب لاعب في حضور لاعب كل هذي أمور يعني وصل للجمهور أمس الهلالي أنه يقول لك نحن الآن ضامنين أي مبارات وفوز بس ما نحن عارفين النتيجة نعم فنشوف فيه وصل إلى المهارة أيضا أنا هذا شيء هم حرين فيه دعم أنه يكون دعم قوي للهلال أنه يكون فريق عالمي هذا طموح من يملكون المال يحبون النادي يدعمونه نحن أنا بنشوف هذا بالنصر والاتحاد والأهلي فرق كبيرة ولها تاريخها ولها جمهورها متى ما صارت هذه في مستوى مصطرة وحدة الأربعة ذول راح تشوف فعلا أن الدوري السعودي راح ينتقل بسرعة فعلا لأن يكون أفضل خمس دوريات نتمنى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يتطور مستوى الدوري السعودي فوز مستحق للهلال وانا أكد لك أن الهلال راح يأخذ ثلاث بطولات بأريحية نعم مبارك مبارك لجماهير الهلال على هذا الانتصار وهذا استميز هذا الواقع عاد ما عرفتي في السهيل ترى ما يحب الفرق المسيطرة الأهل المصري الهلال بايرميون إلا صار لحشر سنين مسيطر عموبا خلونا نأخذ برايك ونرجع مرة أخرى مع سهيل لحويك عودة مرة أخرى برنامج بلانتي الحديث أكثر وأكثر عن دوري أبطال آسيا تحديدا مباراة الاتحاد والهلال سهيل بوجهة نظرك هل الاتحاد يمتلك فرصة في الإياب للعودة والتأهل لك أول شيء بما أنا عم نحكي عن الاتحاد والهلال بديشير إلى أنه هناك خبر بقوله أنه الاتحاد يسعى إلى ضم تيرشتيغن من البرسا لأنه البرسا يعاني من مشاكل مادية وبالتالي بحاجة للتخلص من عدد من اللاعبين بالمقابل نفس لعب الهلال رجع أكد مرتين أنه كنت قريب من الانضمام إلى أرسنل أو برشلونة ولكنني فضلت الهلال حتى تشوف هذه قيمة اللاعب أنا برأيي بهالموسم برغم أنه ميتروفيتش اللي عم يحكو الكابتن محسين وأيضا محمد أنه عندما اللي بيسجل أهداف هو بياخد كل الصيد وكل الأدواء ميتروفيتش أكيد يعني هو أخذ الصيد ولكن العمل اللي عم بيقوم فيه نفس عمل خارج إتاليسكا اللي بيحبه كتير كابتن محسين انتهى السيزن طبعه في خبر صحيح انتهى السيزن طبعه أنا بشوف أنه المباراة الإياب التي ستقام في جده ما بيعتقد أنه الاتحاد قادر على العودة رغم أنه إغاير دومبيري بالإياب علما أنه خصير عنصر بكتير أساسي لهو كانت فعلا بطرت نعم والاتحاد إلى اليوم استضاف الهلال مرتين هذا السيزن في بطوط لأندي العربية وخصير وأيضا بالدورة وبالتالي بشوف أنه الاتحاد لا يملك المؤشرات ولا يملك المعطيات ولا يملك أي شيء لكي يتجاوز الهلال مباراة الهلال لم يكن بذاك التواهج ولكن الهلال بيأتلك بيأتلك من حيث لا تدري لأنه منظومة اليوم أندي أسأل لك من هو النجم الأول تحتار ميتروفيش نيفس سالم كوليبالي بونو مثلا حتى البودلة حتى البودلة وكي وبس بدأوا أنه الهلال 34 مباراة توالين بكل بطولات بدون خسارة تساوى مع باير ليفيركوزين تنينيتون عندهم 34 مباراة بدون أي خسارة على التوالين نعم صراحة يعني إحصائيات مقيفة لنادي الهلال ونادي الهلال يعني متصدر بفارق مريح وأمورها طيبة يمكن بو عبد الله في الحلقات السابقة تكلم عن النصر والأمور اللي تحتاج التقوية فيها خليفة ما قصر أيضا هو وسهل تكلموا ويكون عن نواقص في نادي الاتحاد إذا اليوم عمد بكلمك عن نادي الهلال إذا في مركز ممكن يتطور أو منضيف له ومين ما حصل عدني مركز واحد عندنا تخيل الآن أصلا في إصابة نيمار أنا كان لي يعني تغريدة وحتى ذكرتها في أحد البران بأن الفريق سيكون أكثر قوة لأن نيمار نيمار ممكن يعطيك إضافة اللي يخلي الفريق ممكن كجمالية أكثر لكن كتكامل فني وعمل أنت ممكن تعتمد عليه بشكل أكبر بعدم تواجد نيمار أنا بقولك لأسباب السبب الأول أن نيمار يعني صار تغيرة صارت طبعا لما يكون في الملعب اللاعبين رح يكون فيه أنت وعارفين بمعجي من هذه القيمة رح يكون فيه اعتماد أكثر من اللاعبين في تسليم الكرة ويكون هو دائما الحل الأول بالنسبة لللاعبين ما رح يبرز سافيتش نيفيز سالم متروفيتش متروفيتش في عملية اللعبات المركبة في السلسة الأخيرة ثانيا بدون كرة بدون كرة الهلال حالية المنظومة كاملة تعمل العشر لاعبين بالإضافة لحارس المرمان بوجود نيمار نيمار ما يؤدي هذه الأدوار الدفاعية ما يساعد الفرير ولا يساهم في هذا نفس رونالدو بالنصر نفس رونالدو بالنصر ولا حتى ماني وتلسكا اللي بوجهة نظري حتى في هذا الموسم تطور من النواحي الدفاعية لأنه أجبر بوجود النجوم أنه يؤدي أشياء ما كان يؤديها في الساو فالهلال كتنظيميا كقوة فريق فيها تكامل بوجهة نظري حتى في غياب نيمار الهلال أصبح أكثر قوة وممكن أن الهلال إذا بيسوي تبديل الموسم القادم ممكن أن ميشيل يعتبر الحلقة للأضعف الهلال يبحث عن لاعب أجنبي آخر ما يكون أساسي يكون ممكن في الدكة لأن نيمار بيرجع كذلك أنت تحسب ميشيل سيكون خارج الحسبة يكون ممكن لاعب يقدم إضافة من الدكة رغم أنه مثل ما تذكر كابتن محسن أن دكة الهلال يعني بصراحة تعمل الفارض كذلك يعني هنتكلم عن دوري أبطال آسيا توا محمد البرايك أمس ما شارك محمد البرايك في هذا الموسم في دوري أبطال آسيا بشكل كامل اللاعب الأكثر أسست وتخيل اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف وهو لاعب أساساً أمس ما لعب ولعب ممكن كله على بأضاء أربعة مباريات ما لعب لدل البطولة نعم مثل بقية اللاعبين وهذا لاعب بديل أمس شفتنا سلمان الفرج اللي كان غايب أربع خمس مباريات وتم عقابة لبعض الأمور اللي حصلت بالإدارية في الفريق رجع أمس وكان من درجال المبارات تتكلم عن ياسر الشهراني اللي كان بديل حق لودي اللي فترة طويلة أمس كذلك رجع وقدم برد كبير محمد العويس اللي تعتبر أول مباراك في الموسم وقدم هذا المستوى تعلق على طول طبعا شكرة حمد الله اللي تكلم عن كابتن محسن صعبة جدا حتى فرص الوفسايف بعد يعني هم ما خلاه اوفسايف بعد فصراحة يعني جدا متعلق عندنا اتصال من أمحمد أمحمد أي شيء خص القاتسية تكون موجودة فأمحمد حياتي الله محمد أممي السلام عليكم الله يحبك عليكم السلام سلمان الفرج تم عقابش دعوة كان يلعب أساسي مع الهلال خلنا ساكتين أصلا نادي الهلال شفت حديث كوي نعم لأنهم زعماء سنيناتهم تعرف المباراة اللي بصارت بينهم أفضل لاعبين بالدورة ياخذهم وقعدهم دكا توم أخذ لاعب الشباب المدافع عقب شو اسمها دورة العربية مخذ لاعب المدافع مع النادي الشباب نعم أعتقد تنبك نعم نعم أفضل لاعبين ياخذوا مقعدهم دكا وخلى المنتخب عندهم فلوس عندهم فلوس خليشوفوا شلال المنتخب يمشي هذا نادي الهلال تطلع الكراءة وتحسبوهم ضربة جزاء يفوز يفوز دعم ومشكورين ومشكورة مشكورة يا محمد الغالية ونترقب اتصالات أكثر منك محمد الغالية عموما كان هذا حديثنا عن بطولة دوري أبطال آسيا خلونا ننتقل إلى دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا وابو عبدالله إلى الآن ممتسم من اتصال محمد ولكن أقول له أبو عبدالله الهلال بياخذ كل البطولات يا أبو عبدالله لا تحاول ياخذ ياخذ لا تحاتي لا 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 مانم حاتي أبو عبدالله أمس الحلقة كانت كل حلقة مخاوف سهيل كان يذكر مخاوف خليفة ذكر مخاوف الحين بسألك عن مدريب لأن اللي ما يخاف ما يخوف ما يخوف لازم تخاف زين ريال يوم يخوف ما يخوف ما يخوف وعاد عاد بصعوبة اثنين اثنين واللغة له هدف التحكيم تعودنا ما أنا بنتكلم الآن بنركز على المبارات اليوم أنت على أرضك وبين جمهورك متقدم في المبارات الذهاب واحد صفر كل الأمور لصالحك عودت بالقهام وردقر كل هذه أمور إضافية الفريق وكرتوا قريب جدا 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 رأيكم جاهز في دور الثمانية في أمور إيجابية كثيرة حتى فارق النقاط كبير عندك في الدوري واضح المنافسين لك يعانون يعني حتى لو أنت يعني هذه بيّنت لي في الأسبوع الأخير بعد تعثر الريال بالتعادل أيضا تعثر بالشلونة وجيرونة فبين وتضعت الصورة أن من الصعب أنك تنافس الريال حتى لو يخسر نقاط بالمستقبل لكن كل الأمور تعتمد على أنك تركيز ذهني يكون عالي على مستوى عالي أنت عندك الأفضلية المفروضة تسيير مبارات والأنشلوتي لديه الخبرة في تسيير مبارات وأخذ بعين الاعتبار تقدمه بهدف لكن هذا لا يعني أن الفرق الألمانية ما هي سهلة لا يزج خد يفاجئك لازم تكون حذر لأنها ما في تعويض مبارات هذه بالكثير تطلع حتى لو متعادل فيها لكن مثل أنك تخسر بفارق هدفين أو تذهب إلى ركلات ضربات ترجيح فكل شي جايز لكن أنا أشوف الخبرة والزعامة هذه البطولة طاقية على ريال مجيز نعم أبو عبد الله يشوف أنه خبرة الريال راح تطغى سهيل مثل ما طغت أمس نعم الباير مثل ما قلنا الباير أمام لاتسي نعم هذه أمور سهلة أنا قبل ما تتغسر ودي أسأل سهيل نفسه تكلم عن أنشلوتي أنشلوتي عند قضية اليوم تهرب ضريبي فعلا يستدعى كلهم عندهم كلهم عندهم أنا نفسي سهيل ما بي أنشر مشاكله سهيل ريال لا يشاكل أي والله شو بتعمل أهم شي يفوذ اليوم خيوة نعم سهيل يعني على خبر أنشلوتي أنا دائما نشوف يعني موضوع التهرب الضريبي يعني صار على أكثر من لعب مرات ما نشوفهم يسجنون أصلا عندك هونس الذي كان هذا نسجن بس بانيا طب نسجل بس بانيا طلعت على ميسي مثلا ميسي رمل حسن حسن يديك مرة ثانية برنامج جاي أنا بتذكر وقتا نحكي داي صرفي علي قضية ميسي رمل التهم على بي أنا مخصني هدا بي هدا بي وبعدين هتزبطت القصة يعني اتفاق هذا يطر راسب هو عادل أنه مش أنا هو وكذا بكبوه بس هذي ترى السالبة موضوع انشلوتي اليوم ما يعني بيأثر على المبارات يعني انت شرائش في تأثير عليها ولا ما فيه خي لا لا يعني دائما لك شغلي دائما بالإنون في شي اسمه التسوية بكرا بيصير في تسوية وانا تهربت انتوا قدابتكم قدابتكم مني هالأدي شو بيصير المتهم بيدفع شوي زيدي وبتخلص القصة أخاف متعود على إيطاليا وهناك هناك شغر المالي ما مالي ممكن ايه دير بالك عموما ترى البدلة جاهزين يعني ما عندنا مشكلة برياضة والله شكل ما دي شون على لونسو سوهيل اللايبزيك اللايبزيك الألماني شون شايف حظوظة ش اللي اختلف مبارات الذهاب إلى الإياب هل فيه تطور صار خلال فترة هذه لك نحنا خلينا نحكي بصراحة لايبزيك لا عنده تاريخ الفريق اتأسس بالعام 2009 الملاك اشتروا نادي طايح مثل ما بقولوا بالكوين صدق انت كله تطيح من مستوى الاندي يعني ما عندك تحدي كله الاندي لأ ليش حتى اللي فاركوزي المتقدر الحين تقول ما عنده تاريخ ولا له بطولة طبعا لأنه هيدا واقع من اللي عندها بايار لا بالعكس انا مثلا اذا مثلا بدك بيكسألني علمانيا بقول لك دورتموند انه دورتموند في عنده ألقاب اخذ الابطال نعم بس هلأ لايبزيك لما تسألني عن لايبزيك بقول لك هذا الفريق تأسس بالعام 2009 2009 يعني هلأ مستهوف نعم هلأ تأسس بالفترة نعم بالفترة الأخيرة ولكن أنا دائما أبحث بالليبزيك عن الخطوة التالية الخطوة التالية اوكي أنا صعدت من درجة الخامسة وكذا كذا وصلت لهذا الكأس فيز بالكأس كتربت من الدورة بس بعدين شو يعني تشعر بأنه لايبزيك وصل إلى مرحلة مشابهة لي دورتموند عبارة عن محطة يعني أي نجم بده يتقلق على مستهبة الأوروبية يمر في لايبزيك أو يمر في دورتموند للإمتقال بعدين إلى خلق أقول إلى ريال مدريد إلى برشلونة إلى باير حتى في تعاون مع سالسبرغ سالسبرغ يصعد يروح لايبزيك بعدين يصعد يروح المحطة الأخيرة المالك زيته أنت بتعرف ما بده يفوت بالموضوع يعني اليوم لما تطلع أنت على لايبزيك أوكي في عنده عدد من النجوم يحتل المركز الخامس في الدورة هو الرابع على مستوى التهديف الرابع على خلق نقول على جبهة الدفاع في عناصر يعني أنا لما كنا عم تابع لايبزيك في عندك أولمو اللاعب الإسباني أولمو في عندك سيمونز اللاعب الهولندي أوبندا لاعب رائع جدا بولسن في عندك عدد كتير بير من اللاعبين بس دائما تشعر بأنه لايبزيك هيدا هو خلق نقول المستوى اللي ممكن يوصل إليه يعني ما بتحس إنه في مستقبل خلص هيدا هو سابت وبالنسبة لليوم القيم أنا أصبعت جدا إنه لايبزيك حقك أي مفاجأة على الرياضة نعم فسهيل يستبعد وجود مفاجأات ما تبي دور ثماني أخوي ما تبي تشتمت مصر 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 برسنل برشلونة دورتموند كبانا ضد آل هوفن نعم لا أبي الفرغ القوية نبيها موجودة شوفوا كل أنتر أتلتكم واحدة ما العام هو كان يتشك بأن الفرغ الإيطالية كلها صعدت بمجموعة واحدة والقرعة خدمت والقرعة خدمت عندك الأنتر حين ممثل قوي هو معاك هو معاك تر يقول لك ماك مفاجأات يوافقك الراي أنا هو يوافقني لأن أنا العام خالفت الراي إنه قام يقول فرغ الإيطالية وصلت للنهائي لأن القرعة خدمتها شفنا الانتر الحين موجود حاضر ومرشح قوي حتى على البطولة فإحنا نبي الانتر وبرشلونة وريال مدريد النيتاهل والستي أنا بديهم كلهم بره باير ميونخ ما بدأ إلا باير ميونخ أنا أبي باير أنا أقسم بالله أنا ترى والله العظيم مبسط تمس أنا ما مبسط أنا مبسط والله مبسط ليش أنا أغلب اللاعبين يعني كأنه آخر المبارات في حياتنا صحيح لا أمبارات صراحة فأبي أشوفهم أمام الفرق الكبيرة شرا يسوي نعم جميل عموما خلونا نطلع برأيك ونرجع لكم مرة ثانية دوري أبطال أوروبا عبدأ مرة أخرى للحديث أكثر أكثر عن دوري أبطال أوروبا وهل مرة الحديث مع محمد راشد ضيفنا العزيز اليوم نجم وقادسي السابق درسانس على شنو هو يد ريال براشد أنا بسألك عن ريال مدريد كحظوظ في هذا الموسم وين تحطه ضمن المرشحين شوف على مستوى نحن نتكلم على براشدنا الواقعية دوري الأبطال شوف أنا أقول الريال يعني الوحيد اللي ممكن ما تقل تصنفه في دوري الأبطال يعني ممكن في أضغف حالاته الفنية ويقدم أسوأ المواسم للأسف وتشوفه في النهائي في الفينال ويحقق بطرقات واحدة للأسف شنو قال؟ للأسف وإحنا قاعد نجيد فريغة الحين وهذا أذكر تصريح شافي هردان دوز أعتقد فيه الفين وفين وفين وتعش تكلم في هذا النقطة قال المشكلة عندنا في برشلونة نحن مو نفس ريال مدريد قال إحنا إذا خسرنا بطولة نخسر معاها كل بطولات ونطلع بأسوأ موصف في التاريخ قال ريال مدريد عادي يخسر الدوري عادي يخسر في الكاس من فريق درجة خامسة في نهاية حقق تشامبيززيق صحيح فهذه مثل ما نقول صارت تصريح واطعي صار عرف أو دي أني ريال مدريد أو هذا الشيء يعني اللي متأصل في كيان النادي الناس لما إحنا كمنا نتكلم نقول التاريخ يفرق التاريخ يفرق التاريخ وين؟ التاريخ لأنه قاعد يتناقل أن الناس يعني العادات أو التقاليد الموجودة فيه الأندي الكبيرة مثل باير ميونيخ أن نادي تنافسي الجمهورة هو اللي يغذي هذه العقلية والعقلية منتقلة للقائمين على النادي من رئيس إلى ملس إدارة إلى لاعبين فخلاص الشيء قاعد مثل ما نقول يتوارف ويتوالى بين الناس فموجود هذا الشيء في الريال الريال يعني ما تقلت تسبع لرغم أني أنا ما أشوفه أنه من أفضل الفرق في الموسم خصوصاً في ظل الغيابات الكبيرة اللي موجودة عندهم لكن من المنطقي جداً أنك تشوفوا الريال في أبعد نقطة فحظوظ الريال دائماً أشوفه بوجهة نظر إنه مفتوحة مو مثل بعض الفرق اللي لما يكون بيمر مو موسم المستوى السيء ما يحقق بالنهاية ما نرشح نفس البطولة الأخيرة اللي حققها نفس البطولة الأخيرة ومنتعدات في الدقائق الأخيرة كان المنافس أفضل منه أغلب المنافسين لو بعد دور المجموعات أخر بطولة حق الريال في واحد وعشرين لو كنا متكلمين عن التوب فايف في البطولة ما رح نحط ريال مدل في المنظر منهم أخيش هيريال هو البطل فهذه العقلية وهذا الشيء اللي موجود عند ريال مدل وممكن ما هو موجود عندنا دي أكثرة باستثناء ممكن بايرنج هم الناديين وهذا يعني يعكس لك بدنا هذه الأرقام أكثر فريقين حققوا في تاريخ جاملزيك أكثر فريقين حققوا أكثر فريقين وصلوا سيمي فاينل أكثر فريقين وصلوا في فاينل فهذا العكاس على الشيء الموجود في تاريخنا نعم شيء متأصل لذلك لا تستبعد أن بايرم يونيخ يفوز في الأبطال أبو عبدالله مرة تهاجم يونيخ مرة دافع عنهم كلام وراشد صحيح واقعي نعم أنا قلتك أكثر مرة الريال في البطولات اللي كان يفوز فيها والله ما أقول لك يعني كلها نعم قالبا ما يكون الأفضل ما يكون الأفضل طبعا لكني فاجد ممكن تحصل الستي أفضل يعني البطولة هو ملاك منها يأخذها البطولة الأخيرة الحقق شيء خيالي فعلا ما يصير فعلا أنا ما يسوي أي فريق صراح أبو راشد أنا بأخذ لك زاوية أخرى يمكن مع أبو عبدالله إحنا حللنا يمكن كليان بابي التوظيف اللي راح يكون في حال أن ننضم لريال مدريد هل في لعبي من خط المقدمة رح يتم تهميشهم ولا خلاص يدخل على طول في المنظومة منو عندنا ويكون يعني ما عندنا أحد أعني الحلول اللي صارت مثلا لا بالمقدمة الحين الحين أحنا قاعد نعاني نعم لش شدنا بن شلتين ما عنده في لنه أوجد حلول نعم أوجد حل في توظيف بلينغ هام أوجد حل في بعض مبارات في براحم الدياس أوجد حل في رودريغو في غياب خفلوا كل هذه حلول أو جنه ريال مدريد في مركز ما أوجد فيه حلول تكفر لا فعلا لعب لي كل مركز ذبت عليه لاعب الأظهر صار وقلوب الأظهر صار وقلوب الوسط صار قلب الاتكازات صار وقلوب وهذه ترى يعني ذكاء ثلاث حراس مرمى ذكاء في اختيارك لللاعبين اللاعب دايما الصحيح عندما تختار اللاعب يكون اللاعب في الكسبول أكثر اللاعب تقرس مرم تقدر تستخدمها في أكثر من مركز فعلا وأنا الحمد لله أنا تركنت من النوعية هذه أحب النوعية هذه للاعب جناح ولعب ظهير لعب جناح لعب ظهير مواجب لعب بالنص لحب مواجب والله للأمانة والله للأمانة لكل يشهد لأفعل أبدأت ومميز والله العظيم فأشوف بلنقهام يعني من اللاعبين على المستوى التكتيكي مرم جدا وأنا شفته في موناكو فترته تابعته في فترة موناكو من المنتقه فرنسا مع باريس من بابي يعني من الوارد جدا انك تقدر توظه في الجناح الأيصر تقدر знач媽 كمهاجب حتى في كاس العالم الحل creature حتى في كاس العالم كمهاجب حاليا في الموسم هذا لعب في مباريات كثيرة في مبارات نيو كسل كان هو راس الحربة في مبارات اللي كان معهم بعد من مجموعاً دارتمند ولا ميلان؟ ميلان مبارات الميلان اللعب مهاجم ففي مبارات كثيرة أدت دور بعدين يضاف على هذا أن اللاعب إحنا ليش نقول أنه ميلن تكتيكيين من بابي يعني مناسب للفرق اللي تلعب على التحولات أنه فرق الدافع وتتحول في الكرات السريعة المرقدة وأنه تحول إن هذا لأنه يملك السرعة ويملك المهارة وعنده قدرة أنه يصل لإقطاع 20 متر بكرة وشفناها أمس هذا المهاجم وشفناها هلاكطار هدف الثاني طبعاً ووحدة في كاسر كذلك مبابي عنده قدرة يلعب على فرق لتستحوذ على الكرة لأن مبابي تطور في هذا الجانب صار باريس حالياً لما يستحوذ تلاقي دائماً مبابي يمثل دور اللي هو المهاجم اللي ينزل عمق الملعب ويلعب اللمسة اللمستين ويخلي زملاء يعني يوصلون المرمى في لعبة نيو كاسر أنا أذكر هدفين أضاعهم في آخر دقايق باريس وكان ممكن أن ينتصر على نيو كاسر كلهم لمسة واحدة من مبابي البركولا وبركولا ينفرد مع المرمى بلمسة يعني بسيطة فمبابي يعني من اللاعبين اللي يملكون مرونة تلعب في أي سيستم لعب ففي انتقال الريال مدير لعب خذ خبرة وهو بعمر صغير حقق إنجازات كثيرة كاسر عالم حداف يعني رقبيا حاليا مرشح أنه يتجاوز حتى كثير من الأساطير في اللعبة كتسجيل الأهداف أصبح قيادي في باريس وشفنا إحنا في وجود نيمار ووجود ميسي كان هو اللاعب اللي يعتبر القائد في باريس مو لا ميسي ولا نيمار خلق ولا يدور منه فمبابي مع الريال ما رح يحتر فيه أي مدرب سواء أنشلوتي أو تعاقده أي مدرب آخر في التوظيف لعبه جناح مين رح يستفيدون منه استفادة لا 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 أن يلعب في الجناح الأيسر لأن فينيسيوس فينيسيوس جونيور لاعب لا يلعب إلا في خانة واحدة نعم نعم ما عند المرونة ما عند المرونة نفس بابي ونفس رودريغو نعم بابي تبادلون مراكز وكذلك مشاركة بلنغهم أحياناً كلاعب في العمق ويكون مع مبابي لكن فينيسيوس رح يثبت في خانته لأنه ما تقرد تغير الخانة اللي فقات قاعدة الخانة فقات صغير أنا أعتقد الحسنة بيريس صر راح قال نحنا أي لاعب راح نضم رح يبقى فينيسيوس أو اللاعب صح لنطلع كلام عليه خوي إنه هم يستفيدون من فلوسه على شراء مبابي وفينيسيوس يعني وصل إلى 250 مبارا مع ريال مدنية فهذا الرقم يدل على تميز وجودة هذا اللاعب هذا كذا مرة سألت وقلت لك كل أكثر واحد يسألني أمبابي وين راح يلعبونا وفينيسيوس بس ما أعرف براشد حسابه بتحليل فني محترم جدا لا لا في ناس في ناس يعني شكثر تطالع مباريات هذه الناس بتكون عارف أنت حتى لو أنت محلل أو لاعب أو مبليين لا أمبابي قايلها في أكثر مركز مع المنتخب مع الباريس حتى مع موناكو في السابق صحيح نعم فعلا لاعب يمتلك مرونة كبيرة مع موناكو تخيل لعب في رسم فني أربعة أربعة أثنين ولعب كجناح أيمن يعني مع رواعي الوسط مو مع المقدمة مو مع المخطر مو مع المقدمة لاعب كجناح أيمن في مباريات كثيرة فأمبابي لعب في عدة مراكز وأجاد فهذه النقطة اللي نتكلم عنها أنه يملك المرونة التكتيكية ويملك المرونة في التوظيف فعلا هذه الميزة المدنية شوف لأنه ما يعتمد بس على المساحة والسرعة لأنه يمتلك المهارة نعم فصعب أنك تراغبه فعلا لما تغير مركزه أكثر من مكان صعب أنه يتراغب فهذا راح يكون خطر كبير على المنافسين في الموسم القادمة نعم أو في المواسم القادمة دعم فعلا راح يكون خطر ولكن أيضا بنتكلم عن خطر آخر وهو تألق الإنجليز بصراحة يعني في عدة لعبين بدوريات مختلفة مو فقط على صعيد مستوى الدول الإنجليزي مثل ساكا وفودل لا أيضا حتى في الخارج هاريكين متألق وصل لأكثر من خمسين هدف على صعيد البطلات الأوروبية سوهيل شفنا هذه الإحصائية بالأمس هاريكين يعني متألق بشكل كبير ولكن أنا بسألك سؤال بشكل عام أكثر لاعب إنجليزي يستهويك يا سوهيل ديكليم رايس ما بدي تكفي ديكليم رايس ديكليم رايس من قبل مش هلأ لأنه انتقل إلى من قبل نقطة وست هام أنا كنت أحلم بهذا اللاعب إنه ينتقل إلى باير لاعب مقدام شجاع قائد رائع جدا يملأ كل الملعب بسدد يعني لاعب متكامل جدا حتى لما صار في حديث عن كين كنتقولي إذا جبنا كين ما راح فينا نجيب رايس ديكليم رايس من اللاعبين اللي ممكن تجيب هذا اللاعب وتبني كل المنظومة حولي لأنه لاعب بمهارات عدة بأدوار كتير بعدين أنا بحب عنده الشخصية اللاعب شرس اللاعب رائع جدا فأنا بأسف كيف انتقل إلى أرسل ولم ينتقل إلى باير نعم ديكليم رايس وهاريكين شرائك هل بعث لك بالطمانين أمس على الأداء لك هيدا الفرق ما بين هاريكين و ليفندوفسكي أنا كل عالم تنتقدني عطيني مباراة واحدة إنت راسخة بمخك ليفندوفسكي أنقذ الباير ما في حتى عندما فاز باير على البارسا تمانية اثنين سجل الهدف السابع ما سأمي يعني نحنا مبارح لو كان مش موجود كنا نحنا بورطة كنا بورطة كنا بورطة كنا بره هيدا هو اللاعب اللي بديه أنا أنا بتاعي لماذا ما أنقذك هاريكين في الدوري في مباريات لحظة في مباريات أنا وياك اتفاقنا لحظة ضيع فرص هو قصد الشاميز صحيح حتى الشاميز يعني صحيح بيفكك هاريكين صحيح انقاذك بكوبنهاجن هو سجل هدف تقريبا بكل المباريات كان فيه له حضور على مستوى الدوري دائما نحنا منقول أنه ما في تنافسية أبو عبدالله يعني أنت حضرتك تقول وأنا بقول أنه دائما أنه أنه معليبة أخذيت الأبطال أخذ الأبطال أخذ الأبطال هو يقول لك ما فكير لا 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 خذنا نفع أخذ الأبطال نعم معليبة أخذ دوري نعم الآن هاريكين خذ نشوف دوري حين أنت أنا مرح لحظة أنا أقول لك أنا مختلف لا أعب واحد بو عبدالله أنا أدري لأب واحد عاد المنظومة متراجعة الفكرة ليش المدرب متغير مش هاكل هذا موضوع ثاني بس أنت تبخص حق ليفة ليفة هداف أرقام أبو عبدالله أنا أتوقع 50% من فوز برشلونة كان ليفة بس أبو عبدالله هو يقول لك عطني مباراة يا أخي هلند كان أعلى معدل أرقام حققها في الموسم الماضي في النهاية ما سجل مو معنات اللاعب ما سجل في النهاية أبو عبدالله أمسح الموسم كله أنا ما أمسح أنا عمقول أنه أنا سهيل حويك الذي يتابع كل مباريات باير مونيخ بالدورة وبكأس ألمانيا وبدورة أبطال ولا مباراة ليفاندوفسكي أنقذني ما أنقذني يعني مرة كنت أنا سفر سفر بحاجة لهدف أنا ما شعل هذا الأداب اللي سجله والأرقام الكبيرة اللي عندك أيهم مع الباير شنو هذي أبو عبدالله لما تحكي أنت أنت على الدورة الألمانية كل عنا بتتهم دورة الألمانية بأنه باير مونيخ مسيطر فأنت لما تسجل بالدورة عادي أنا عبيحكي على مستويات كبرى أنا عبيحكي على مستوى كأس السوبر الأوروبي ما نسجل الهدف مش هو ما نسجل بنهائي الأبطال مش هو عندما طلبته لليفاندوفسكي ولا مرة كان موجود أنا هيدا قصدي بالمنظومة رائع كان يسجل بفورفسبورغ يسجل أمام ما بعرف مين هذول الفرق السهلة ولكن أنا عمقول أنا سويل حويك ولا مرة تبعت مباراة لباير مونيخ كنت بحاجة لإنقاذ وإجا ليباندوفسكي يشيل الفريق وحقق انتصارات مثل ما هلأ شو عم يعمل كين أنا لا بحب كين والله أنا أختلف معك أنا بصراحة لا كين بحب ولا أحب ليفا لا 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 أبو عبدالع أنا عمل له بالعكس ليفا حقق إنجازات مع باير دوري الأبطال ليفا سجل أهداف كثيرة تياي اللي تذكرني مباريات فايز الفريق ستة هو ياب السابع سابع إيه تذكرني مبارات فايزين الأربعة وياب الرابع معناته أنت قاعد تظهر الجانب يعني مو سيء بعد حتى لو بقول سيء سيء جدا وابو عبدالله ليش لحظة ليش بإلك ليش شمسنا معكم شمسو الله لحظة انصار مو زين لحظة أنا أثبات النليفة ممتاز لما راح برشلونة في ظروفهم يصطفل برشلونة مو يصطفون مو عن سارة أتكلم عن لي حر 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 أبو عبدالله يعني بلندور مع 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 باير وسجل أهداف لكن النقطة المفصلية اللي هي تأثير اللاعب في أسوأ الظروف يعني قيمة اللاعب ممكنة تكون واوحة أكثر لما أنت ظروفك سيئة وما تكون في أفضل أوقاتك يطلع هذا اللاعب المؤثر وينقذك على المنظومة وينقذك يعني مثل ما صار هالموسم أنا باعتقادي حاليا باير من أخذ الثاني تحت أنا باعتقادي لو موجود هاريكين ممكن الفرق 25 نقاط لأن هاريكين أنت تكلم على 23 نقاط في الدوري مسجل 27 هدف وصانع 16 ولا 15 هدف نعم فأشوف التأثير زائد أشوف أن بوجهة نظري أن رغم أنه كانت المنظومة بشكل عام يعني اللاعبين اللحول هاريكين ما ينسبونا نحنا شفنا أمس لما تم توظيف لاعبين يناسبون إمكانيات هاريكين شفنا هاريكين بأفضل حلة يعني لاعب ذكي واللي تكلموا عنه مدربين كثر اللهم ولر أنه عنده قدرة على أنه يتعامل مع أي نوعية من المهاجمين اللي يلعبون أمامه كان سبب نجاح كبير لأنه مسهاني أمسألة طبعا 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 لإنه لأنه أنت في توظيف مولر في خلف هاريكين أنا من اللاعبين حتى من باقوارديولا أنا أذكر تصريحي قال أعلى لاعب تعاملت مع آي كيو عنده آي كيو فليب لاما لا تكلم عن مولر 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 نعم كلوب قال أنا اللاعب الوحيد اللي ما كان عندي قدرة أني أعطي تعليمات في إيقاف هذا اللاعب مولر تكلموا كلهم مع المولر لأنه لاعب كذكاء وعنده قدرة عنده فكان مناسب جدا أنه يلعب مع هاركين جمال موسيالة كذلك فشفنا البايرن يعني مختلف معنا ويا تتنهام لأعمل ويا تتنهام لأش محقق نعم بعشين يسوي المنظوم وصل نهاي وصل نهاي نعم بس المنظومة ما تتساعد عموما عندنا برايك ديني خلونا نطلع برايك ونرجع لكم مرة ثانية بلانتي بلانتي أعود أمر أخرى برنامج بلانتي الحديث أكثر أكثر عن دور أبطال أربو وعندنا الليلة مواجهة مانسيتي وكوبينهاجن بوعبدالله في انتقادات في الأونة الأخيرة على هالند إن من أكثر اللاعبين تضيع للفرص المحققة فأنت ممكن كمهاجم سابق ترى الفرص هذه للضيع مشكلة هالند إنه أعطاهم أرقام للموسم الماضي قوية فمتوقعين نسو إنه هالند بالنهاية أمسان وتأثر تأثر بالإصابة تشوفه معدل طبيعي طبعا فيه شوف وهو فيه عنده مشاكل حصلت لما أنا قريت لأنه تأثر كثيرا بوفاة جدته وخصوصا الإصابة وبنهاية إنسان فعلا باللاعب خاصة المهاجم لما يغيب عن المباريات يفقد الحس التهديفي يحتاج إلى أكثر مبارات ليعود لذلك تشوف الهداف المحققة اللي قاعد يضيحها لكن لما تيه في نفس الوقت في المبارات الأخيرة مع اليونايتد الهدف مبطل وفوق لكن لو لاعب ثاني ينهار بالعكس كمل والمدرب واثق فيه ولعب لينتر وسجل هدف ثالث فهيلند يحتاج المباريات الخادمة هذه رح تشوفها بالفورمة خاصة مع عودة دي بروين أيضا فقط دي بروين العام أكثر من عمل أسس هلند هذه كل أمور حصلت مع هلند في اعتقد هذا الموسم وتصب في مصلحة ماشستر ستي خصوصا مع اشتعال المنافس ورح ياخذ الدوري معك ماشستر براشد أنا بيلك على رودري رودري يعني ممكن الاسم فيه وائد يعني محلين فنين يشوفون مثلا كان يستاهل الكرة الذهبية ذبست يستاهل يكون أفضل لاعب الموسم نوعية رودري من اللاعبين الإعلاميا يعني ما ياخذ الضوء اللي يحتاج يعني أو الضوء اللي يستحق أنا كتقييم عام وشوفت مريحة الستي في خلال هذه الفترة في خلال ثلاث سنوات نشوف إحنا الإعلامي يتجه حق هالند حق دي بروين حق فودر حتى في الفترة الأخيرة حتى في الفترات المقبل هذه الفترة كان رحيم فترة أجويرو لكن لو نرجع كتقييم آخر ثلاث مواسم رودري أفضل لعب في السيتي واللاعب الأكثر تأثير على منظومة ماشيستر سيتي اللاعب الوحيد إذا غاب من ماشيستر سيتي الفريق يختلف من شكل فريق إلى فريق آخر أي لعب يغيب السيتي رح يستمر ويواصل ويحقق النتاج ويلعب نفس السيستي غاب دي بروين فترة طويلة في عز تألقه وعز ما أخذ نفس على البلندور وخذ أفضل لعب في البريمر ليك لكن غيابه 15 مبارات شفنا قندوقان خذ الأدوار وقدم لأ بإيجادة أكثر وإنتاجية أكبر شفنا غياب هالن في السيتي متأثر شفنا الفاريس قدم مستوى وقام يسجل لكن اللاعب الوحيد اللي تتأثر شكل الستي بغيابه هو رودري شفنا مبارة صنفيلة مبارة جزء كبير أو هامش كبير من الأسلوب اللي يحوي طبقه وإنه ما خسر سنة ونصر رغم شخصي له هو يعني لو تحسب الخسارة اللي بالنسبة اللعبين ماشيستر سيتي هو أقل لاعب تعرض الخسارة ما يخصم فعلا فلاعب مميز ولاعب يشكل إضافة كبيرة لماشيستر سيتي عموما وصلنا لختام الفقرات فقرات الأخيرة فقراتنا الختامية فقرة يس أو نو الإجابة فقط من نعم أو لا من غير تبرير أو تحليل ياكوب آتنة محسن غانم السؤال رح يكون معاك أول واحد ليفندوفسكي لأن السؤال نفسه فرض نفسه ليفندوفسكي غير حاسم مع الباير لا حاسم يعني لا حاسم السهيل ورجعوا للأرقام ورجعوا للأرقام ورجعوا على سهيل محمد ليفندوفسكي غير حاسم مع الباير لا أنا أحظى أنا شو قلت أنت قلت نوي يعني شنك تقول حاسم لا مش حاسم لا بو حاسم شو غير تحطر المو بو عبد الله وسهيل غير عن بعض أوكي يا خيلي ليش ما بتحبوا رايس أفضل لاعب في الدوري انجليزي هالموسم محمد لا بو عبد الله نعم سهيل نعم هالند لا يعتبر أهم لاعب في الستي هالموسم محمد يس بو عبد الله نعم سهيل يس فودن لن يشارك كأساسي مع منتخب إنجلترا في اليورو في تساؤلات صارت نعم أو لا محمد لا لا يحس راح يلعب أساسي بو عبد الله فودن لن يشارك أساسي المفروض أن يشارك يعني المفروض على أداء نعم سهيل سهيل أنا بقول راح يشارك راح يشارك فاتفاق من المحلم أنه بيشارك أساسي بيلنغهم انظلم في العقوبة الأخيرة اليوم أيضا ماتشين ماتشين بو راشد بو عبد الله قتلك أنا مظلوم لا قتلك أنا قتلك أنا نعم سهيل مظلوم شكرا محمد راشد شكرا محسن غانم شكرا سويل حويك شكرا السادة المشاهدين والمسمعين ونشوفكم على خير باتر إن شاء الله شكرا